ماذا يحتاج عالمنا في هذا اليوم أحبائي إحنا عايشين في فترة زمنية صعبة جدا فالعالم كله يصارع ويئن ويتمخض وكل الظروف الصعبة في كل مكان لكن خليني أبتدي في البداية بحب أقول لأحبائنا وشعبنا في لبنان أنتوا بفكرنا أنتوا في محبتنا وأنتوا في صلواتنا أيضا الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والأمور يعني من سيء إلى أسوأ والوضع بشكل عام كله عم بيتدهور إلى حفة الهاوية فنحن في البداية نريد أن نعزي كل الأهالي اللي فقدوا أحباء غاليين على قلوبهم وطبعا في بداية الحلقة أريد أن أقول طبعا الدنيا قايمة قاعدة في الشرق الأوسط وكأنه الناس فقدت الرجاء ومش عارفين إيه اللي رح يسير شو الوضع اللي رح يكون في الشرق الأوسط فالعالم على وشك حرب كبيرة حرب ممكن تكون حرب عالمية تالتي ولسيما الوضع في الشرق الأوسط منها إيران وحرب أوكرانيا مع روسيا وطبعا الوضع في أمريكا وهكذا في كل مكان العالم يتدهور ويسير من سيء إلى أسوأ طبعا إحنا عم نراقب اللي صار في بلادنا الأراضي المقدسة شفنا في 7 أكتوبر كيف حماس دخلوا وقتلوا أكثر من 1200 شخص معظمهم أبرياء طبعا منهم أطفال ونساء وطبعا كان ظرف صعب جدا جدا من ناحية أخرى شفنا إسرائيل دخلت الحرب في غزة ضد حماس وطبعا معظم غزة مهدومة حاليا يعني معظم الأبنية وكل البنية التحتية في غزة مهدومة عدا أنه أكثر من 40 ألف شخص مات الأغلبية منهم النساء والأطفال ويكاد الناس أنه تعيش يعني حتى الوجبة مش عم بيجدوها وطبعا الحرب الدائرة كمان في الضفة ممكن إحنا كتير مرات بننسى وضع الضفة يوميا في قتل ويوميا فيه يعني فيه أمور عم تحدث في البلاد من ناحية أخرى طبعا الحرب في الشمال مع حزب الله عندك أكثر من 70 ألف نازح من إسرائيل اللي حاليا هم ساكنين في منتصف البلاد معظمهم في الفنادق ومش عم إلهم من أكتوبر مش عم بيرجعوا إلى أماكنهم وطبعا الحرب حاليا الطيران اللي عم بيدرب في لبنان وفي نفس الوقت طبعا أمطار من الصواريخ اللي عم تنزل ومعظمها على فكرة في الجليل المنطقة اللي أجيت منها أنا بشكل متواصل عم بتواصل مع أهلي وبتواصل مع أحبائنا ولكن الشيء الجميل أنه كل الكنايس في لبنان في فلسطين في إسرائيل في الأردن كل المناطق المحيطة عم تعمل اجتماعات صلاة عم بتصلي من أجل الوضع السياسي والوضع الاقتصادي وأنه الرب فعلا يوقف في هذه الحرب وصلنا إلى حالة كراهية ما إلها شفاء إلا حاجتنا للرب يسوع المسيح بالمقابل كثير من الناس الغاليين على قلب الرب في الجنوب لبنان اللي عم بينزحوا طبعا إلى المناطق الشمالية ومعظم المدارس في منطقة بيروت وما بعد بيروت كلها فتحت الأبواب لكل المهجرين من جنوب لبنان عدا عن الكنايس والمساجد كلها عم تشتغل مع بعض حتى تقاوي كل المتألمين والمتضررين بسبب هذه الحرب فطبعا الناس عم تفقد الرجاء في حالة يائسة وحالة بائسة حالة تدهور في كل مكان واليوم أنا بدي أركز على أنه طب إيه العالم محتاج في وسط كل هذه الظروف اشتركوا في القناة